أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان كلام الرب يسوع للتلميذ ووعده المبارك هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر هل أحسست بقوة هذه العبارة؟ طبعاً في وعود كثيرة في العهد القديم وفي العهد الجديد اللي هي حضور الله ومعية الله مع الشخص هأنا معك لأنقذك لأخلصك فبتشوف وعود وآيات كثيرة اللي بتتكلم وتكون يدك معي اللي هي وعد الرب أن يكون مع الشخص بس كلام الرب يسوع المسيح كتير كتير مهم أول شيء بتثبت لهوت المسيح أن هذا الكلام لا يستطيع أي إنسان أن يتفوه فيه إلا أن يكون الله الظاهر في الجسد لاحظ الكلام هأنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر لم يقل أنه أنا معاك في هاي اللحظة في هاي الفترة من هذا الوقت يعني هون بتتكلم عن معية الرب في كل الأزمان في كل الأوقات وهو قال من قبل حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة في اسمي هناك أنا أكون معك أو أكون في الوسط يعني إذا فيه مئة ألف اجتماع هو حاضر في المئة ألف اجتماع وإذا أنت يعني ماشي وبتسلك مع يسوع هو ماشي معاك وإذا فيه مليار شخص فعلا عم بيمشي مع يسوع هو معانا وماشي معانا فهذه الكلمة قوية جدا تعبير عن لهوت المسيح شيء تاني هذا الوعد قوي جدا اتكلموا الرب يسوع بعد ما هزم الموت وهزم القبر وقام من الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين فلاحظ أن المسيح لم يتكلم بوعود أو بكلام لم يفعلها فهو من قبل قال أنا هو القيامة والحياة لقد أقام الموت وأقام نفسه من بين الأموات فهو حي فالذي يميز المسيحية أن مؤسسها إن صح التعبير هو حي مع أن المسيح قام من بين الأموات لكنه حي وهو حي في كل حين حي لكي يسمع صرخة المساكين لكي يستجيب صلوات القدسين هو حي ليكون معنا لينقزنا ليكون معنا ليباركنا وفعلا نستمر بقوة يسوع المسيح ها أنا معكم كل الأيام بالتعبير عن لهوت المسيح تعبير عن قيامة يسوع المسيح إنه حي إلى أبد الآبدين ولكن في شيء ثالث مهم جدا ها أنا معكم تتكلم عن كلي الحضور كلي القدرة كلي العلم في نفس الوقت ها أنا معكم يعني كلام مش مجرد كلام ومش مجرد كلمات فهو أثبت هذا الكلام من خلال حضوره ومن خلال قدرته لكن الشيء الثالث ها أنا معكم لأنه اللي قال ووعد التلاميذ خير لكم أن أنطلق وكان الفكرة أنه يرسل المعزي الروح القدس الملازم للمؤمن وفعلا في يوم الخمسين حل الروح القدس لأنه انطلق إلى السماء وأرسل روح الموعد من الآب الروح القدس اللي بيمكث في المؤمن إلى مجيء الرب يسوع هو اللي بيساعدنا في مسيرة الحياة وبيقودنا إلى شخص الرب يسوع المسيح هذه كلمات ليس سهلة وهل يوجد أي نبي في هذا العالم يستطيع أن يقول هذه الكلمات وإحنا بنعرف أنه حياة المسيح متزنة صادقة الشاهد الأمين حياته طاهرة قدوسة بلا خطية يعني مش متسرع بيتكلم مجرد كلمات وإحنا بنعرف أنه يسوع لم يتردد لحظة لم يستغرب أو يستعجب من سؤال لم يقول إرجع لي الثاني يوم كان دايما سيد كل المواقف فيسوع المسيح أحبائي يعني كون يقول ها أنا معكم هذا وعد أيضا للروح القدس الساكن فينا يمكث معنا ويقودنا إلى يسوع ويخلينا نعمل من خلال قدرة يسوع المسيح أخي أختي يا من تمر في ظروف صعبة جدا لربما ظروف روحية ظروف الماضي ظروف الخطية ظروف الفشل في المعاناة في الفقر في البأس في الجهل يا من تمر في ظروف صعبة عم تشعر كل الناس تركوك عم بتمر في يعني ظروف قاهرة جدا ضربات من كل نواحي أريد أن أشجعك بهذه الآية قال يسوع ها أنا معك ها أنا معكم كل الأيام يعني حتى في الظروف الصعبة إذا أنت مش شايفه هو معك هو ماشي معك هو حاسس فيك بس أكيد عنده مخطط رائع لحياتك ومخطط أكبر وأعظم من محدوديتك أو من تفكيرك أنت لا يسعنا ألا نقول أشكرك يا رب من كل القلب أنك أنت معي وما تركني هذا تعبير عن أمانة الرب يسوع المسيح هذا تعبير عن نعمة الرب يسوع المسيح هذا تعبير عن محبة الرب يسوع المسيح إنه معك لا يتركك ولا يهملك رب يسعنا أمانة الرب يسعنا أمانة الرب يسعنا أمانة الرب